النشرة الرئيسية من الفضائية التشادية أهلا وسهلا بكم قدم صباح اليوم وزير البترول والطاقة بشير ماداي بيانا صحفيا تناول فيه أسباب المخالفات الصادرة من أصحاب محطات الوقود التي تمارس نشاطها بطريقة غير قانونية ولقد أصدرت وزارة البترول قرارا بمنع نهائيا تجارة الوقود المهربة بتلك المحطات محر الدين عبد الشافي محر الدين عبد الشافي محر الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر